يعني قسم بالله الواحد معرفين شو بدي يحكي ليحكي وشو بدي يقول ليقول عن المهزلة الكروية اللي صارت اليوم بجدة في الجولة الثانية من تصفيات المؤهل الى كأس عالم عزاب بعزاب مباراة يعني تفصل الواقع الكروي السوري تفصيلي تفصيلي اصدقائي هنحكي بهذا الفيديو عن اسباب اللي قدت الي خسارة منتخب وشو صار بهاي المباراة لحتى شفنا هاي الافضيحة وهي المهزلة الكروية اللي صارت بجدة اثان يا حبايا بالقلب هرد لك لكل عاشق من الجمهور السوري من الجمهور فقط من الجمهور السوري يلي متعذب وتابع المباراة وقطع شغله وقطع كل شي لحتى يشوف منتخب سوريا لحتى يفرحه بعدين بيشوف هاي المهزلة الكروية اللي كانت صارت بجدة بالسعودية حقيقة انا كاعلامي وكمتابع لهاي المباراة حاولت اضبط اعصادي قدر الامكان لحتى يعني اقدر وصل الصورة للكم لكل متابعيني عبر قناتي على اليوتيوب للشي اللي شفنا لكن يعني انتو شفتوا انا شفت ما في شي يعبر عن الخذلان عن عدم الاحساس بالمسؤولية عدم الشعور بالقميص المنتخب يلي انتو عم تلعبوا لأجله ولا شي اليوم ولا شي ولا شي من المنتخب سوريا شي لك عن الخطط الفنية شي لك عن التشكيلة الفنية شي لك عن يلي رح نحكي عنا هلا عن الشي اللي شفناه بمنتخب سوريا ما في احساس ما في شعور بال ما في ضمير حي عند اللاعبين اي نعم نحن نعرف الفارق الفني بين منتخب اليابان ومنتخب سوريا بس مو لها الدرجة يعني مو لها الدرجة نشوف هدا السوق بال الله لا بالالالالاللول لك يا اخيك يعني وين الكروت الصفراء وين القد وين وين الجرينتا وين القتل وين الضرب يلي حكينا عنهم في الفيديوهات السابقة المفروض تلعبوهم بهاي المباراة المشهور عنا هكتر كوبر بطريقته الدفاعية هاي مو طريقة دفاعية هي يلا لعبوا ورا وشو ما صارت نتيجة تصير لا اغلاق مسلا حبيب قلبي الطريقة الدفاعية هي عبارة عن يعني تكتيكات كروية صعبة جدا متل الطريقة الهجومية يعني انت بدك الدافع بدك تكون معلم بدك تكون معلم متل ما قد تلعب طريقة هجومية بدك تكون معلم وعندك تكتيكات وعندك خطة هجومية وعندك جمال تكتيكية ايضا الدفاع في جمال لازم يعملوا اللاعبين تضييق المساحات ما انتمان على اللاعبه الخط الدفاع بالوسط وايضا الدفاع بالثلث المتأخر كيف بده يكون لما تسترم الكرة بالهجم المرتدي ردة الفعل كيف بده تكون ولا شي ولا شي ليوم ولا شي ابدا هذا المنتخب ولا شي يعني فوزنا على كوريا الشمالية بعد بعد المباراة مع كوريا الشمالية طلعوا اللاعبه ويقول لك يا اخي اول مباراة والبلايات نحنا ما عجبنا الاداء بس ان شاء الله وين حبيبي يا محلة كوريا الشمالية كوريا الشمالية ما بعرف انا هلا يعني بعد هاد المستوى اللي شفته صرت خاف مباراة الاياب نحنا ممكن نتبهدل مع كوريا الشمالية يمكن كوريا الشمالية ما كانت بوضعه الطبيعي ما بعرف يعني 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 التشكيله اللي بلش فيها هيكتور كوبر تشكيله اوكي متوقعه تمام بس يا اخي ما في ولا عنصر هجومي يعني محمد الحلاق انا ليش ما شفته اليوم محمد الحلاق يا شباب حتى بالتبديلات ما نزل بالشغل تاني يعني بدأ بتشكيله هي ابراهيم علمي عمر ميداني فائر كروما عمر ميداني فاشلة فاشلة هي فاشلة ما عارد كيف يبلش فيها المباراة مع المنتخب اليابان فائر كروما لعب ارتكاز يا اخي لعب ارتكاز عالي مين حط عاطف عمر جنيات عمر جنيات باك يسار لعبته باك يمي ولعبت فهد اليوسف فهد اليوسف يعني اللي يعطي له عافي عمر ستاو 30 سنة اللاعب لعب لي باك يسار خالد كردغلي ما شفنا بهي المباراة على الجهة اليسرى ابراهيم هيسار المحترف الدولي الارجنتيني وعلى اليمين عبد الرحمن ويسي اللي قاتل وعمل شوية هيك يعني حاول الزلمة بالشوط الاول اول نصف ساعة لكن يا اخي مو مو هو اللاعب يلي بيطلع بالفريق من نص محمد عثمان واذا كل عم ضايعين اليوم يعني اكلوهم اكل انتخب اليابان عمر السومة يا اخي عمر السومة شو بديو يعمل لحالي يجيب كريستيان رونالد وحطه بلا لعمر السومة راح تشوف نفس المشهد نفس المشهد ما يعني اي لاعب بهذا الكوكب بتحطه بهذا المكان او هذا الظرف اللي حطيت في عمر السومة لك يا اخي الدافع بتسكر المساحات بتقاتل بتضرب بتاخد بطاقات صفر اخي بتحس انه انت في عندك روح قتالية يعني هاي هاي يعني انت شوشي اللي بيخليك يعني تقلل الفوارق مع الفرق المتل المنتخب الياباني الاسرار والعزيمة وارروح القتالية ما شفنا منهم شي اليوم صفر 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 ولا شي شفنا اليوم شوط اول يعني اكلت انت ثلاث اهدافه كبعشر دايق وردت فعل يا اخي العمق الدفاعي سيء الاجنحة سيئين الخط الوسط ضايع مهاجم لحاله ما عم يعرف شو ما عم توصله كورات ولا هجمة ولا ولا شي بالشوط الاول ولا محاولة وكأنك تلعب مع المنتخب الارجنتيني وشوها شوها شوها مهزلة بالشوط بتاني بيطلع عمر السومة بينزل مارديك مارديكيان يعني شو شوها تبديل تكتيكي الخرافي هذا يا اما عمر السومة هو يعني في شي صار بين بغرفة الملابس لحتى خرج ونزل مارديك مارديكيان يا اما في شي طب خرج مارديك عمر السومة نزل عمر خريبين اذا في شي صاير يعني بغرفة الملابس رمضان تأخرت في الحلاء ما نزل ما شفناه بالمرة تبديلات تكتيكية سيئة جدا هكتر كوبر ادار المباراة بطريقة جدا سيئة لم اكن انا اتوقعها واشد المتشائلين لمنتخب سوريا ان يتوقع ادارة الارجنتيني هكتر كوبر لهي المباراة بهي الطريقة صحيح المنتخب الياباني منتخب يملك لاعبين مميزين وقادر لكن انت ما عندك ردة فعل ما قاتلت ما عملت شي بهاي المباراة ما عملت شي بهاي المباراة بصراحة يعني يعني اد ما حكينا اليوم اد ما عبرنا اد ما جمهور حكى معه بكل كلمة بأولى وعلى لاعبي منتخب سوريا وكادر المنتخب والاتحاد الرياضي واتحاد كرة القدم يتحملوا المسؤولية يا اخي هاي طالعين كلكم طالعين مع المنتخب على سعودية من رئيس الاتحاد الرياضي رئيس الاتحاد كرة ما شاء الله جيش اداريين يعني ومبسوطين وصور يعني شو هادا الشي اللي شفناه عدم انضباط تكتيكي عدم انضباط ولا شي فنيا صفر اداريا نحنا ما ما بنعرف شو هالمهزلة هي اللي شفناها شو هالمهزلة اللي شفناها طلع على في لقطة بالشوت تاني على عمر خريبين هو قاعد على الدكة ومشهد اللعيبة كيف ما بعرف يعني انا بتمنيت انا بالشوت تاني حط رئد فن راسي بالرمل ولا كمل لهذا الشوت يعني انا ما كنت متوقع انه شوف منتخبنا بهاي الصورة المهزلة هي كل اللاعبين كانوا سيئين بدون استثناء يعني هلا بيقول لي واحد والله فلان كلهم سيئين لا بالانتقال من الدفاع الى الهجوم لا بالدفاع لا بالتضييق المساحات لا بي ولا شي على الخالص ولا شي على الخالص يعني فوق ما انه نحن كشعب سوري وكناس عايشين هموم حياة صعبة وعمل عاني وعمل تعزب لسه بيجي منتخب سوريا كل مرة الجمهور بيتفاقل بيقول خلاص انا بدي ارجع تعبع منتخب سوريا لا وهالمرة غير وفي شي لا بيرجعوا نفس الدوامة عدم الاحساس بمشاعر الجماهير يا اخي غيروا هاللعيبة غيروا هاللعيبة غيروا هاللعيبة والله فيه لعيبة بتتمنى تلعب remained بمنتخب سوريا لحتى تحرق الملعب والله ملينا يا اخي ملينا هذا مستواهم يا اخي فيه لعيبة انا ما بدي القول الاسماء وما عد بدي اذكر يا اه انتم كل كنصرت وتعرفوا فيه لعيبة خلاص خلصت المنتخب سوريا ما عد تقدر تعطي عطوا فرصة لهدول الشباب worms جيبوا لاعبين من أوروبا روحوا عملوا معسكرات هذول فرق الناشئين الصغار بأوروبا أسسوا لمنتخبات بدل ما تطفعوا على المصاري كله هون وهون وهون منتخب الناشئين جيبوا روحوا عملوا معسكرات خليه سافر حطوا مدربين مستواهن عالي هوروا بكرة القدم السورية على هاي الحالة نحن مصيبة مصيبة خلص يعني الموضوع أنا يعني زادا حده كثير أصدقائي وأنا بعتذر عن هاي العصبية اللي عم بحكي فيها بهذا الفيديو ولكن صدقا أنا مشاعري من مشاعركم وبتمنى منكم بالتعليقات أصدقائي بتحكوا رأيكم بصراحة بدون تجريح ولا شتم بأي حدا لأننا نحن بالنهاية بيهمنا مصلحة كرة القدم السورية وبالشخصي ما قلنا مع حدا لأنه أيضا عائلاتنا وعائلاتكم عم تتابع الفيديوهات عم تشوف تعليقات وبالتالي أنا مضطر أني أحذر في أي تعليق في شتائم على أمل أصدقائي أنه نحن يعني نوصل لعقلية مختلفة العقلية هاي بكرة القدم تختلف وتتطور وهذا الشي على ما يبدو أنه ليس في الأفق القريب مو مبين إيمد بن نصير نحن بشر بكرة القدم وتعبنا وعلى ما يبدو أنه صعبة الأمور صعبة صعبة كتير وبعتذر مرة تانية هاي العصبية الزائدة لكن هاي مشاعري حاليا وأنا عم كون شفاف معكم عم عبر بكل ما بداخلي عم فاتفضلكم أيضا أصدقائي المتابعين وتنسونا أكيد بنهاية من دعمكم لحتى استمر أيضا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة ممكن أطلع بفيديوهات لحتى أيضا ناقش واقع المنتخب وشو ممكن يتطور لأنه عنا فقط شهرين أو شهر ونص لبطولتك أساسية باي باي ترجمة نانسي قنقر